موسيقى كحال مدن محافظة صلاح الدين تفتقر مدينة سامراء إلى أبسط الخدمات فلا مشاريع حقيقية أنجزت طيلة 15 عاماً وتعد المدينة مشلولة اقتصادياً بسبب الخناق الذي تفرضه الحواجز الكونكريتية والإجراءات الأمنية التي تفرضها الميليشيات والقوات الحكومية حيث تغلق تلك القوات أغلب الطرقات كما يقول الأهالي لكاميرا برنامج مع الناس موسيقى 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 أبدي لك وشكي لك أنه الله أفضل علينا بسيارات بالله مديرها كلها ثمانينات تدري ليش؟ لأن شوارعنا كلها محفرة ومكسرة وما عندنا كيلومتر كامل بدون مطبات كيلومتر واحد في كل المدينة أتحدى أي واحد من مدير البلدية لبى المجلسة البلدية للمحافظة للمسؤولين إذا قالوا أكو شارع واحد طولها كيلومتر هو عامر بسيار سمرة يفتهمون ما اشتروا سيارات جدد جابوهم من هذا الاستقراب حتى على قد الشغلة من هي لما تصحى الدولة يلا إحنا نصحى أي شغلة نجعل فساد حدث ولا حرج كل مسؤول هسه عنده كل مسؤول إذا ما عنده فتفلة فلتين بأربيل أما إذا خرج أربيل في هذه الحمام بعد ما رحنا ببحرنا لغاز الناس هاي يشوفوا كلها تعبانا المواطنين ينتظرون سوقهم رادي شوك تيجي المغرب حتى يصير الزحام لأن أبو سوقهم رادي ما يقدر يبيع بالنهار إلا لأنه يطلر أنه مجبور يبيع حتى حجق دورهم بشل من سرق أهل لو بسعرهم لو أقل من سعرهم فالمواطن يجي هنا يشتري هجل شفارة ستسوق وقت الظاهرة وقت الصباح الخدمات صفر الكهرباء موزينة الضرائب صعدت كلهم دا قلنا يجيب مال كهرباء ويجيب مال ماجاري وهي لا كهرباء ولا ماجاري كل كل بيوت سامرة ألا ما طوره ثلاثة سحاب ماي تيجي الشغلة الأخرى على الملابس نحن عندنا هنا الملابس جهنم قيمة الملابس الموجودة ببغداد زيادة عليها بسامرة خمسين بالمئة يعني بمعنى إذا شرط تأخذها ببغداد بعشرة آلاف دينار تلقى بسامرة 24 دينار مدينة مهجورة أما تجي الوضع الصبات والهذا المدينة الوحيدة اللي بقت في مناطقنا اللي مكبلة بالصبات كل حي غالقي الكيام منفذ مخرج ومدخل ويقول شماكو الوضع لم نجيد ولكن ليش وهي شغلة مهمة مهمة جدا كل حي من أحياء سامرة هست مغلق بمدخل ومخرج ما فيه ولو اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرمادي أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي احنا قوم لا لا نخجل نحن قوم لا نخجل الخنوح ما خذنا إلى الحظيظ الخنوح ما خذنا إلى الحظيظ من أعلى سلطة إلى أقل سلطة ما فيه واحد ينادي ولا واحد يدور يدور مصلحة الشعب نسأل الله أنه يشيل هالفرجة هاي عند هالمدينة هاي يبرطوننا الشوارع يسووننا الخدمات يشيلون هاي الصبات هاي المعوقات اللي في كل حي هاي تكريت تكريت يا مسلم خلي فكرك يمي تكريت تبشي بيها ما تلقى لك بيها ما تلقى لك بيها مطبة ارتفاحة خمس سنتيمات في كل تكريت المدخل سيطرة والمخرج سيطرة في كل تكريت وإحنا في كل حي سيطرة ليش مغضوب علينا لو جاين من بلد آخر شل السبب شل السبب هاي واحد يجاوب عندنا رهابيين صفوهم من زمان انتهى دورهم عندنا دواعش كل هوا التي راحت الفطس فطس واللي هرب هرب واللي هلا المدينة تشتلو ما عندنا احد بعد ناس يتعيش كلها بس يتعيش نسأل الله التوفيق إن شاء الله إنا ولكم اليومة محمد المعاناة شوف عينك شوفوا الازدحامات اللي الازدحامات اللي اللي دا صير باوع شوف عينك عراس بالعافية عليهم يا ربي دوم أفروح بش إن شاء الله مدينتنا وبعراقنا العظيم بس أكوي ازدحام بالنسبة للشوارع اللي مسددة للأفروع اللي موجودة داخل مدينة وكأنه عبارة على السجن شبير الأفروع مسددة شوارع مسددة هذا موضوع حقيقة داي سببنا مشكلة شبيرة بالزخم وكثرة الحوادث هاي أوليات تجي للسوق سوق مصلحة تجي للسوق السوق تعبان من أي ناحية حتى حركة قليلة ليش؟ السوق دائما يعتمد على الأطراف الخارجية أطراف السامرة نقدر نقول دخولها السامرة صار حيل تعب وزحمة للشخص اللي يجينا من خار السامرة من أطرافها نقدر نقول وانت تدري المدينة تتغذى على أطراف وعلى داخل أكيد فإذا ما صار حركة مو بنفس الوقت بالسوق أكيد السوق راح يوقف الشغل يوقف الناس تلقاها بس تفتر هس اللي تشوف الناس مدد تبضع الرواتب نوبات تتأخر عند الناس بنفس الوقت وتدري يعني رادلنا شوية بس الممسؤولين ذول اللي يريدون أن ننتخبهم اللي يريدون أن نوقفوا إياهم ووقفنا وإياهم ولو مو إحنا حقيقة ما يصيرون بهذا المكان وهذا الكراسي ومين نسويهم المسؤولية وعلى الكراسي يعوفونها وكأنهم ما يعرفونها لا سبب وشي هاي المدينة مجرد حجي وإعلام ومواقع تواصل الاجتماعي نزلون بي صورهم أنا اجتماعت بفلان واجتماعت بفلان وإن شاء الله خير هاي المواطن عرفها كذبة واكتشف أنه هاي كلها أكاديم إحنا نريد شي ملموس على الواقع الحالي اللي نعيشه ناس تعبانة ظروف الحياة صعبة بالنسبة أنا أوكي يمكن ده اشتغول يمكن ممشي حالي بس أكو ناس ترى ماذا تلقى حتى تعيشة لقمات خبز متى تقدر وعوال نعرفه متعففة النازحين ها اليوم الرجح ها باشا الرجح ها تدري انت صار أربع سنوات يعني الله يعيني الناس احنا نريد نليد ان ننتخبهم والمسؤولين انه بس يباعون على الشعب شوية يعني احنا هسا انت صار لك ثلاثة سنين اربع سنين بالحكم ما قدمتش يا اخي اطلع انت مجال الغيرك انت لاتش اللي بلي بالكرسي اعرف فكم اخدتوا سلبتوا نهبتوا انا احشيها واقعي واشكال حصلتوا اموال وحصلتوا اصلا املاك وكلكم راح يسافرون قبل انتخابات هاي معروفة نجحت انت راجع العراق ما نجحت يقاب خارج العراق بشوف البياد في البيادة والاوروبية عايش فما يهتم للمواطن المواطن تعب احنا نريد شوي الناس تلتفت على هالمدينة على هالعراق كلها انا ما يفرق معني اذا كانت مدينة سامرة اول موصل اول بصرة كنا اخوة وكنا بلد واحد وكنا ريد المصلحة عامة للجميع نرجم لما سنين انه بس ينظرون يعني كنظرة ابوية مو اكثر انه الناس انها سافترض انت اوكي ايجا الصيف الناس راح تتعب من ناحية الكهرباء وغير 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 ودنعاني كل وكل سنة هاي بس من نفس الوقت اللي شتاء مر سبحانه عز وجل مطرنا مرة مرتين مطرت الشوارع فاضت مجاري ماكو خدمات ماكو نهائيا المواطن البسيط اللي واقع بيها ومتأذي حين حين هواني وحضرتك والباقيين اكيد احنا ريد بس يباعون ورا انتخابات لان احنا ما رح ننتخب ما رح ننتخب اللي يموت كفاءة احنا بكل فخر انه ننتخب اللي يفيد بلدنا واللي يفيد مدننا واللي يفيد المواطن البسيط واللي يشوف يعني صورة هل هالشباب اللي عالطالة بطالة اللي هم متخارجين ولو نرجع الحقيقة شهاداتهم اللي قاعدين بالبيوت واللي هسه عالطالة بطالة شهادتهم اعلى من المسؤول اللي صار عليه تصور مسؤولين بدون شهاية وصاره وصاره على الاكتافي وعالاكتافك وعالاكتاف الناس نحن نريد بس يباعون لهالشباب خلي يشتغلون خلي فرص عمل ترى هواية فرص عمل المستشفيات خلي يبنون خلي يبنون يعني ما اقدر اقول لك يعني حقيقة ظل اطلب الطلب اللي نقدر نقول للشرع المواطن اي مواطن ينفرح بي باي دولة كانت ما اقدر اخصى يمكن حق ساعة اضل نحن مارث هالمطالب انها نريد فرص عمل للناس وهناس تعيش بامان ليش واحد خايفي من الله واحنا كنا ولد ادم وولد هوا وننتمي على دين واحد حتى لو تغيرت المذاهب فرص عقبة احنا نموت وراح نسأل منه دينك منه ربك منه نبيك نبينا واحد وربنا واحد وديننا واحد فنفترض احنا نباع المسؤولين كمسؤولين علينا كأبهات كأخو اكبر من عندنا غض النظر كيف يستمون خلي يستمون احنا ما نكره احد بس المفروض هم ما يكرهونا يحبونا ويحبونا الخير للعراق للمدينة وغض النظره ما دا احشي لك على مدينتي انا احشي لك انا احشي لك مثلا انا بالسامرة بس احشي لك على ابن الموصد مغفرة ابن البصرة ابن اي محافظة كانت ابن اي منطقة انا احب انه بس المسؤولين يباعون حتى الناس من تدخلوا نقول احنا انتخبنا انسان نزيه دار باله على الناس وحافظ على مكانته وليش واحد يجيب الشتم والمسبع على نفسه ده هو كان يمشي صح احنا ما ريض غير بس يباعون فوق الرب العالمين يمشون جواهم يعني يمشون مشية صحيحة يخافون ربهم وخال الريدة خلي شوية التفتون عن الناس مبارك الله بهم ارايد سلامة بسم الله الرحمن الرحيم يا رخي والله ملينا من الوضع هذا ما اذن مني بدو ما دين انتهي عشو كون من يجيك يسويك الهور مرق وتزول خواشي هاي الفترة كل ما اشفناهم هسا قام يظهرون احنا نبلض شوارع احنا نعين احنا نسوي كلها سوالف كلها ما يشبه البارح باليوم تعجو الشوارع ما اتنا والله العظيم يرتلها يعني حتى السيارات تكسرت هاي الشارع اللي هم سبلاش طي ما شايفيه والله ما تمطر الدنيا صير هبايا وهسا احنا كل من ظهره على الساحات جدد ما شاء الله مشاريع كل مشاريع مشاريع هذولة جدد ما كنش معاعدهم بس ما نجر السوالف شوارعنا مسددة كلها الوحيدة سامرة ممكن بالمحافظة الشوارع مسددة كلها صبات شايفيه انتو والعصر والله هي سامرة ما تنمشي من كثرة السيارات شوني يا اخي والله السيارات يعني الطرق كلها مسددة كلها مسددة يعني هسا نبات واحد من شارع مفتوح يقدر يطعب غير المكان الخدمات خدمات أي خدمات ماكو أي خدمات ماكو خاصة بلدية خاصة بلدية والله المزاوة بلدية جماعة الخير تعال شوفو صلاتك داس تشتكي ما حديد بحديد الأكوال أي ذول المرشحين جدا هسا كل ما شارع كل مطلع درعانهم احنا نسوي واحنا نخطط احنا نعين واحنا نبلط والله بس ينتخب بس ينففوز بعد ما يشوفه ولا تعرفه النتيجة شنون يعني نقعد نسكويت طونا حال يا اخي طونا حال والله ملينا والله ملينا خاصة انسا مرة انا رحل تكريت والله ما بيهايش وضعية يعني شوارها حزينها بيع نظيفها ماكو تراب اكو تبليط يعني سامرة من زمان صدام نفس المعانات ونفس التراب ونفس القسات ونفس الوساخ قبل ما تغيرت وبالليا الظلمة كلها شوارع ظلمة يعني المتشكي المتشكي خليها على الله هذه دورة الدولة دورة الدولة والله ما ادري دورة الدولة تروح الضريبة تأخذك براءة ذمة يعني يطلعوك مين شغلة مين شغلة يطلعوك مين شغلة قبل عشرين سنة انت مدافحة تعدفحها تروح للمرور والله الروتين قاتل ما المرور الروتين قاتل يعني هان عندي سيارة ممرق عندي هوية اسمام سنوية واصل سويت معاملة جديدة من المعانات واضل الافتر والحد الان سياصة سبع سيما بها رقم عرفت شنو يعني شنو هي مجرس سيارة ودافع كلها دافحة روتين روتين قديم ماشيين عليه قبل ما غيروه يعني ما بيكون واحد أليس بيكون رجل رشيد واحد شوية سوية تغيير جديد حوال الروب والله ما عزي ما نتوجه هنا كل من التلزمات وعقدر عاني آني آني وبالنتيجة بصفر بصفر موسيقى يابا احنا نعاني من تأخر البضاعة بسيطرات بل المستورد من يجيبه اتباط راح تتلف عنده من ملادي ذات تلفه ويحمل الباقية علينا راح يصير مضاعف علينا لان بدل ما يبيعه بخمسمائة ويبيعه بسبعمائة وخوصين بلف احنا بيشان بيع لازم بيع فاللي تضرر المواطن بدرر الدولة المواطن وهم فالله احنا يعاني من قل التسويق يريد يسوق بضاعته تتلف البضاعة مرات يلا توصل للسوق فهذا تدمير للفلاح رأيك البضاعة الوطنية طبعا طبعا البضاعة الوطنية مئة مرة احسن من المستورد نطالب الحكومة بدعم الفلاح لانتاج المحصول الوطني بطيئة حركة مستورة لان الناس لان الناس ما عنده وتعاني ودور شيء يعني طاقة ناقصة ايه بحيث وقف اجل بحيث يجب ويطاق يا أخي تعال شوفيا يعني هسا هو شي وظايف ماكو تعيينات ماكو هسا يجوا لوقت الانتخابات تعالوا يتبيع الصوت يتبيع البطاقة يشترون يشترون بطايق ويوعدوك بالتعيين هو لا تعينكو ولا كل شي من يجا السياسي يريدون ورا الانتخابات كل واحد حاط لها أهل الواسطات كل واحد حاط لها ألف واحد هي جوال التعيينات علموا الفقير عينوا ماكو مجاري ماكو كلها على اساس قبل الانتخابات قالوا نسوي مجاري أواشي مجاري ماكو هالخدمات دايحة خلاص أواشي البلدية ماكو خلاص على الحياء كلها كلها من هالتبرعات جا يطلوها لا رواتب للبلدية كو ولا خدمات خريجين ماكو أصلا يعني ها ذلك كنا ها اني جينا الصبح تبعد اواشي شغل ماكو عمال بطالة بطالة ملتهن بس يعني ملتهن بس بالبوك كافي والله العظيم اللينا يعني اللي شوكي ترد صير حال شوكي يعني تجينا الصباحة يضل قاعد هنا تروح العصر تريد لك مكان مولا وادم تروح تقعد بي نظيف ماكو وان ما تروح كلها وصخ وملتهن بس بالوصخة كافي والله العظيم حتى عين يا ايش ازلي التحكي اخي اه تحكي موضوع الثقافة في سامراء موضوع اشكالي لان المدينة تفتقر الى ابسط مقاومات المكان ومقاومات دعم الثقافة فمثلا على سبيل المثال لا توجد اي مؤسسة ثقافية في سامراء منظمات المجتمع المديني لا تمثل مؤسسات ثقافية تمثل مؤسسات اجتماعية تقوم بواجبات معينة لكن المثقفين في سامراء الشعراء والادباء والكتاب يفتقرون الى منتدى يفتقرون الى نادي يفتقرون الى الدعم المادي كلنا يعرف ان مثلا البيت الثقافي بعد حجب الدعم المالي عنه اغلق ابوابه وذهب الى المجلس البلدي الان البيت الثقافي لا برنامج له لا نشاطات مشلول تماما لا يقوم بأي فعاليات ثقافية واجتماعية المطلوب من المسؤولين دعم على الاقل بناء مركز ثقافي في سامراء على الاقل بناء دعم المنتدى الثقافي في سامراء الذي تشهد له الاوساط الثقافية انه يقوم باعمال ثقافية كثيرة جدا وبنشاطات خلال السنوات الماضية الان المنتدى الثقافي ينشط من جديد ولكن في منتدى شباب سامراء فيه مركز شباب وهو منطقة بعيدة عن مركز المدينة منطقة لا يمكن لكثير من الناس ان يأتون اليها بسبب يعني كلنا يعرف سبب الزحامات وسبب مطبات الشوارع في سامراء وبسبب يعني لا توجد اي انسيابية للسيارات وللمسير المدينة تعاني من مساء كثيرة جدا عدد الثقافات تحتاج الى الخدمات تحتاج الى علاقة التعديل الشوارع وتبليطها بعد كل ظرف بيئي ومناخي تنقل المدينة الى ما يشبه القرية مدينة تفتقر الى ابسط مقاومات المدينة الحديثة فكيف بمدينة هكذا تفتقر الى مقاومات المدينة الحديثة وتفتقر الى المقاومات الحضارية والى النظافة والشوارع المرتبة يمكن ان تنشأ فيها ثقافة بالتأكيد مثل هذه المدينة لا يمكن ان تنشأ فيها ثقافة والثقافة لا تلقى اي دعم من اي جهة حكومية وغير حكومية المثقفين يقومون بنشاطات ادبية وثقافية وفعاليات بناء على جهودهم الذاتية لا اكثر ولا اقل وهم بذلك يعني يسبحون ضد التيار يكافحون ضد العادة القائمة العادات المنتجرة في المدينة تلك العادات التي تدفع دائما بالانسان الى الوراء ولا تدعوه ابدا الى ان يتقدم الى الامام الى شلم الحضارة والتقدم هذا بالحقيقة يدعو الى السخرية ان سامراء ان برلمان العراق يصدر قرارا بجعل سامراء عاسم الثقافة الاسلامية اي مقاومات اي ركائز الثقافة الاسلامية في سامراء موجودة لا توجد بالحقيقة ان مدينة تفتقر الى ابسط المظاهر الحضارية والنظافة وتمجيط الشوارع والمنتديات الادبية والثقافية المدعومة من الجهات الرسمية كيف يمكن لها ان تكون عاصمة للثقافة الاسلامية هذا موضوع يعني حقيقة يعني موضوع يدعو الى السخرية والى المأساة ان هذه المدينة تكون عاصمة للثقافة الاسلامية وهي تفتقر الى ابسط المقاومات لا يوجد فيها فندق مثلا واحد يستضيف الادباء المثقفين من اماكن العراق او من الخارج لا توجد فيها قاعة ثقافية واحدة يمكن ان تجرى فيها نشاطة ثقافية فكيف يمكن لهذه المدينة ان تكون عاصمة للثقافة الاسلامية الامور يعني اننا نوجه انظار المسؤولين الى هذه الجوانب علهم عسى ولعل ان يقوموا بمعالجتها الاثار مهملة لا توجد اي صيانة لا يوجد اي اهتمام بالاثار بينما نجد في دول اخرى ان الاثار تلقى اهتماما بالغا من قبل الحكومة من قبل وزارة الاثار والثقافة في مصر مثلا في دول اخرى الاثار مصدر من مصادر الدخل القومي تجلب السواح وتجلب الارادات المالية للبلد اما اثر العراق فهي مهمة لكما نعرف لا يوجد اي اهتمام لا توجد صيانة لا يوجد كل ما يتعلق بالاثار غير يعني كل ما يتعلق بالاثار هو يدعو للمأساة ويدعو للحجر والله نحشى بصورة عامة على المدينة السامرة يعني منطقة تحويلها تقريبا 700 بيت 800 بيت ساولى مدخل واحد حطين كلها لفرع صبات ليش ترى ما اكوش هنا الحمدلله وشكر يعني كل شي عمان خلى الدرابين كلها مفتوحة شي للصبات خلى العالم تمشي يعني مثلا واحد بيته باخير المنطقة لازم يفتر المنطقة كلها اللي يدخل على بيته مثلا هذا الشارع مزدحم هذا شنو سبب المناطق المزدودة يفتحوها شارع يروح للمستشفى لفط السبيل تروح لأي مكان عام تتوديه لك ما تقدر توصل له افتر كذا منطقة لطبل هذا المكان مثلا اي مكان عام مثل محكمة تروح لأس الشارع رايح منتهي شوفوا صورة حال كافة عاد يا اهل يجي حطوا مشا يا اهل يجي حطوا مشا هسا اخذموا لا لا يعني مو ممنوع عليكم هي فلوسكم باعتبار بس اشتغلوا المدينتكم هسا وقت انتخابات كلها تقوم تشتغل مثلا شوفوا النصورة حال واحد يريد يروح لبيت اللي يفتر منطقة هسا عادين جايك الصيف بلش بيت كهرباء تدري استاد هاي راح يقوموا ينطقوا يا ساعتين طفوه خمسة هاي ماشية تقول صورة حال يعني مثلا والله ما ادري شون اقول لكم مناطق ماي ماكو خدمات ماكو ماي ينقطع كارباء ماكو جايك الصيف النوم بل اسا اقول رحمة الله شوي بارد الجو بس اذا جايك الحر الشون شوارع منتهية خدمات ماكو هقفوا قلن هنا ع الرصيف هقفوا هنا ع الرصيف محافظ محافظ محافظة ميسان يلزم الكاركو يشتغل بيده محافظ لازم الكاركو يشتغل بيده بالمجاري يجيب مية لمنطقته محافظته هاي وعد يشتغل المحافظته يقول لرحمة الله والديك انا مجبور من الناس انتخبه مو والله تعالوا امشي يلا يلا يوليد انجمعوا خلنروح مثلا للاربيل خمس ايام تعالوا نجمعوا خلنروح كذا ومكان ام بلاه اشيالله زين انت مراح تروح بلا شو منطقتك الشيون بيتك جاي تفتر علي فرة كاملة لطبل بيتك لا مي لا كهرباء لا الشوارع مو نظيفة معاناتنا شنو هاي شافت عينك وين ما تقاف الشباب احنا والله متعذبين من كلها شغل مو اكو راتب مو اكو وظائف مو اكو هسه تقريبا اذا تجمع بسامة الرقم والله فوق السبع تالاف شاب لا شغل ولا عاملة بتحولك تعيين انت تعرف كله زين كل منه جماعته التعيين مزاج عندي ربوع قبل قبل شارة ثلاثة شهر مستنمونا تعيين لجدام الخمسين ورقة والستين ورقة هاي حافظيها بس ممكن ان نحشين بصورة عامة مع ذلك عمي ما يقالب بس يوف له صورة حال حسان متزوج متزوج اريد ادور اللي شغله ماكو ابو التكسي الطعم نصبه للي شغله ماكو اربعة تالاف دينار يحط بين بانزيني يجيب له له ومع ذلك ما يقالب الاستلمتوا من بلعب بس اشتغلوا بشي جديد جيبوا الناف الشي جديد حسا المبروض شكو مسؤول يبرز نفسه بالشارع مثلا الشرك الشارع هو يفتر في سيرته الشخصية يبوح هذا الشارع ما يراد ابلطة يا جماعة من بلط هذا الشارع والله فلان الفلان بلط عندما تقفلك العالم انا من الناس يقفوية هاي السيارات راح تنتهت مع العالم اللي اشتري له سيارة جديدة متعذيب ولا وقلت لك التعيينات بعد ما يحتاج كل منه ممزاجة والي جدان قابض هينو كان فعد عم ترى الله امقوق انا الله عم امان ترى حتى الشغل ما يراد محافظة كامل هس انتو قضاء لو محافظة غير تشتغلون فالشي اشتغلون فالشي دان شف بعيوننا والله ما ادري شكرا احنا مهجرين صارنا اربع سنوات من منطقة عزيز بلد غير يرجعون نريد نرجع الى مناطقنا حتى نعيد نظامنا احنا يعني تبه ذنة وانت يعني فاد مرة لا مادة لا بيوت لا كلشي نريد نرجع الى مناطقنا احنا ناس فلح لا اهل رواتب لا اهل كلشي عايشين على الله على ذرعاننا غير يرجعوننا لبيوتنا اليوم اربع سنوات الى مناطقنا وبمناطق محررة اليوم اربع سنوات شنو سبب اللي ما يرجعوننا غير الحكومة ما المحافظة صلاح الدين تنظر بحاننا حتى ترجعنا الى مناطقنا شنو السبب ايو والله يا اقليبي يعني تبه ذنة والله تبه ذنة اجارات واصحاب عوائل وفاد مرة تبه ذنة شنو يعني مخلين على الهرنة وهي هي نايمين ينظرون بحال هاي العوائل اللي منتهية والله منتهية عوائل منتهية جاعد تشحد بشوارع هاي الحكومة غير الصدب هايش حاله لا مساعدات لا رواتب لا كلشي بيصير بيصير هذا اولى مو اولى ريدهم بس يرجعوننا لمناطقنا وكلشي ما ريد من عندهم ما يصير هايش دابينهم خليدنا ناسيننا يعني احنا من المنسيين منطقة محرر اربع سنوات شنو ذا نبنيه والله عيشتنا سوء سوء للأسوأ فيما تقول لي؟ النساويت جاعد تفتش بزبال اللي ذبها البجاجيل والشي اللطف هاي ما ينظرون لحال هذا البشر؟ موسيقى انا من اهالي سامرة سامرة على اساس من المدن المقدسة واحنا لا خلينا اسوة بالاماكن المقدسة الاخرى ولاش خدمات ما يمنع كهرباء زفين الشوارع من تمطرة الدنيا يعني ماكو لا تقدر تمشي ولا تقدر تروح والمدارس التعطل والدنيا كلية ثاني شي الشغل قاعدين 24 ساحة لا شغل لا عمل الكهرباء مجاري تغرق الدنيا من تغرق الدنيا اللي يجون يسحبوها مجاري ماكو وكل شي ما حصلنا لا من موازنة لا من موازنات اليوم 14 سنة صفر كل شي ما ما واحنا مواطنين او ثاني شي وضع المهجرين هميا المهجرين اربع سنوات اليوم ما رجعوا المناطق المناطق اللي تحررت لحد الان ما احد رجع من عدها احنا بصلاح الدين بلا خص بصلاح الدين صلاح الدين يعني وهذا المهجرين حالهم جاعدين هنا ومدنهم خربة والله طبعا يأثرون كثرة وتدري حتى العمل يقيل هالساعة العامل ياخد ثلاثة آلاف دينار ثلاثة آلاف دينار وين يريد يوديها كل العام اللي يشتغلون لأن كثرة العمال يشتغلون بأقل من ثلاثة آلاف دينار بألفين دينار وصار ازدهام لو راجعين احنا وضعنا يختلف ثاني شي سامرة محصورة محصورة يعني ما تطب عليها اللي تفتش ما تطب عليها اللي بطاقة السكن داخل سامرة ها الامو من داخل سامرة ما تطب المواطن من يجي من غير مكان ها اللي يتفتش وكفيل ومات شنو وسونار وكيناين يالله يطب بالسامرة المواطن من يجي من غير منطقة ايه من يجي من غير منطقة يطب هاي النوبة بعد نوبة الاخرى ما يجي يقول لك هاني شي سوف هاي الشغلة وهذا وضعنا انه اجد الحكومة يديروا مبالهم علينا والله ما را يدين شي يعني احنا كشريحة شباب كل شي ما متهيئ لنا وكل شي مو حسب حسب الطلب اللي نكون احنا كشباب مستحقي من دولة او من وزارة او من اللي رشحها الى اعضال برلمان وغيرها وغيرها كل شي يعني ابسط حقوقنا احنا مسلوبة او مثل ما نقول منهوبة وما ماخذين كل حقنا وحرياتنا اولا انت كشاب خلصت دراستك انت تدرس قضيت عمرك كلها تدرس بالنهاية غير الاجل الشي الاجل الشي انت منتظر انه تعين باجرهقب انت تفتح عسرة تحضر شي انت كشاب سويته بحياتك عن جسده احنا هذا كل عبارة عن وهم او ما موجود ابقى موس حياتنا كشباب تعين تعين انه انت اليوم انا عرفك عينتك او انت انت خبت قدمت شي للسياسي اللي راح يعين انه انا حضرلك هذا الشي انه انت تتعين باجرهقب اليوم اذا انت ما محضر هذا الشي او ما عندك معرفة باشغاص ما راح تقدر انت تحصل اللي تريده والتنال اللي تريده ما كم وسالتر فيه انه يعني عبارة عن انه انت اذا كنت طالب جامع عبارة من الجامعة ولازم توفق عمل عملوية جامعتك لكي تقدر تعيش انه وتعيش حياتك عن طريق انه انت طالب تدرس انت تدرس وتعيش حياتك انت من عجل شي موجود بس ان شاء الله نتمنى انه تكون الاضواء علينا مسلطة كشباب وناخذ حقنا من الدولة من كل شي شي اقوى انه احنا جبناكم وخليناكم انه نريد حقنا منعدكم تقدموه لنا وان شاء الله سواء انك مستعد سنة الناشد شبعنا مناشدات كل شي ما قبضنا لا خدمات لا شوارع لا كهرباء لا ماء وضع تعبان السوق يجي ابو البلدي ياخذ عشرة اراف من عندك بالشوهر وخمس اراف من البيت وشغل ماكو كلها يقبلنا شغلة وحدة عندنا هاي الصبات بس يرفعوها الصبات خانق المناطق كلها لا سيارة تفوت لا تبليد لا ماء بس يرفعون الصبات سواء انه منخلوه لحد الان الناشد يا بشير الصبات ما حد يسمع العالم تشتكي المحلات مت اذاير هذا طلب واحد عندنا ولا الباقين اياسنا من عندها كل شي ماكو سواء انك مستعد سنة الناشد لا شوارع بلطة لا ماء لا كهرباء يجي ابو البلدي ياخذ منك ابو الكهرباء ياخذ المولدات الاهلية يقصبون بيك تقصب ابو المجلس يقول اخذ سبعة بالان فيو هما ياخذون 15 على شنو احنا نسوالي كل هالسوادة مصخمة والسلام عليكم نطلب من المسؤولين في مدينة سامراء ان ينظرون الى هذه المدينة بعين الاعتبار الى موتنزهات وشوارع سامرة وهذا الازدحامات يعني حتى المواطن ما لا نفس حتى يمشي بهذه الشوارع من كترة الازدحامات وتقليل السيطرات الأمنية ونطلب الدوائر في مدينة سامرة أن يعنوها بموظفين اليوم كنت في دوائر أحد الدوائر من مدينة سامرة مواطنين مزدحمين موظفين ماكوا فمن هذا الباب راح يضطر المواطن يتأجل إلى ثاني يوم وهذا كاهل على المواطن يعتبر راحاته جياته تعب مو وعمل المدينة شبه متوقف يعني 70% ميد مو وهذه المعيشة الصعبة اللي تشوفوا أنتو في مدينة سامرة وهذا المشهد في مدينة سامرة نطلب من المسؤولين يأخذون المدينة بعين الاعتبار ويطلعون جولات ميدانية ويشوفون الناس شنو مطالبها وشنو اللي تتيدها وشكرا نسألها بخصوصا له هذه الانتخابات الجديدة يعني من عشيرة وحدة سبعة قابل هذا المرشح بصين من ينتخبوا هذول السبعة؟ ما حد ينتخبهم سبعة من عشيرة وحدة زين أكو باقي العشائر تنتخب يقعدون جلسة عشائرية ينتخبون واحد يخصصوه مثلها ساعدنا عمامنا البسود باقي العشائر ما سوت مثل عدن مثلها من عشيرة وحدة سبعة وولا ما أطلع وانتخب واحد من عدن زين لأن لو أروح انتخب واذه ولا هذا ولا الصحيح نحن غلط زين وهذه والسلام عليكم ورح تطلب السلام عليكم احنا في مواضنين في مدينة سامرة نطالب في منتزهات في أماكن ترفيهية ونطالب بالشوارع وكل شو نطالب انت سياسي صال لك 4 سنين نايم كل شي ما مسوي سياسي 4 سنين صال لك كل شي ما مسوي نايم ولغف وإحنا هنا لا كهرباء لا مي ونطالبوا بكل شي ابنك مودي لآخر العالم سبالة كهرباء مورفر لا كل شي وإحنا هنا نطالب بكل شي من الصعدك انت سياسي من الصعدك الشعب التعبان صعدك حتى تخدم المدينة حتى تخدم وتسوي وصعدوك مو حتى تروح أربع سنين قاعد للغوف ومتونسين معاناتنا يعني وين يعني هسا وين نترو لا أماكن منتزهات لا أماكن ترفيهية يعني كل شي ماكو شارع إذا تتمشي يعني تتمشي بشارع ما تتمشي حالما ما تتمشي الطراب الشارع يعني لا تبليق لا مجاري لا كهرباء لا ماء وبهذا نكلنا نطالب وإن شاء الله نصعد جدد أحسن الأربع سنين ذاكمنا نايمين كلهم كل شي ما شفنا إن شاء الله نصعد جدد ونشكر الناشطين المدنيين في سامرة نشكرهم همسة اشتغلوا أحسن من السياسين النايمين وصالهم أربع سنين هالقطوعات مسوية حيلة يعني الازدحام ازدحام ودخول واحد تفتر له إذا أنت جاي منك تفتر له القاطع كله تفتره إلا حتى تفوت الخضراء مثلاً أو المناطق الأخرى يا أخي العزيز والله من تجي تباوه إنه قضاء أقدم قضاء بالعراق إن تشوفها هي قرية مو مدينة مو قضاء صارلها 150 سنة عاصمة الدولة بالتاريخ كلها والنوبة البرلمانة المشكلة البرلمانة قرها عاصمة التاريخ كلها المفروض كل الأنظر توجه إلها العالم الباوح عليها هاي المدينة العظيمة مدينة السامراء نشوفها منطقة منكوبة ما بيها شارع ينمشي ما بيطسات وحفريات مدينة بهذا الفين واثمنطعش مدينة ما بيها مجاري ليش يعني وهذا رغم إنه هاي الميزانية المصروفة اللي من تباوه تقرأ الميزانية المصروفة للمحافظة مو تبنى سامرة تبنى مدينة كاملة حديثة ليش أنا أريد أوجه السؤال هذا لعنظار المسؤولين لماذا هذا الإهمال لهذه المدينة العملاقة اللي التاريخ يشهد لها يعني أنا يعني ما أعرف يعني ما أعرف شريد أقول وشريد أحكي من تجي على المجاري ماكو مجاري من تجي على الشارع ماكو شارع تجي على صفة كلها تراب تجي على يعني حرنة والله العظيم حرنة يعني شنقول وشنسوله يعني خليه تباوع العالم يباوعون المسؤولين يباوع يباوع يعني بس سياراتهم مضللة وسياراتهم ما نشوفهم حتى ما يشوفونا من حقهم من حقهم لأنه المنطقة ما يحميها وما ينشيها غير أهلها واللي أهلها هسه هم اللي يبنوها الدولة ما بنت بيها كل شيء انطوا مشاريع مدارس مدارس تركوها حوالي خمسين مدرسة اتعاكلت والطابوق انتهى وما سقفوها واستلموا فلوسها طيب نجي من مرحلة ثانية يعني هل هذه المدينة العملاقة فقط مستشفى وحدة بها بسامرة مستشفى وحدة هي تستوعب هذا العدد من المواطنين هذا السؤال الوزيرة الصحة خل نقول له الوزيرة الصحة ما يخالب نجي على الملاعظ الرياضية ماك وسائل ترفيهية ملعب واحد سونا خارج المدينة ويجئت القوات الأمينية وقعدت بيه وانحرمنا منا يعني ما تبعون علينا ما تقولون هذا الشباب اشرا وين راح يروحون ثالثا اكو فقرة مهمة خلي انا اسأل المسؤول اقول لأطفالك وين توديهم ما عندك يعني بس يعني من تقول انا وديهم لاربيل ووديهم العمان وتفرهم وتفسحهم زيان احنا وين نوديهم لاكو مدينة العاب لاكو وسائل ترفيهية لاكو يعني والله حيرة يا اخي بس باعوا شوفوا اهلكم باعوا على اطفال يعني شرون يعني هاي اهلسا مرة تروا يباعون عليكم الى متى نبقى بهالوضعية هال يعني يعني والله حرنا رأيك المرشحين ويباعون والله انا اقول برأيي انا عندي قرار اقول للمرشحين القدمة اللي هسه موجودين ونزلوا للساحة والله هسه قاعد نشوفهم وبينهم نزلوا بالشارع ما شاء الله اقولهم ترى الشارع العراقي فتح عينه وطاوع والله بعد ما تغري لا البطانية ولا الصوبة ولا الدجاجة لان الشعب العراقي شعب حي هو عرف انه الفاسدين والحرامية هم اللي استولوا على كل المناصب والحمد لله اتبينت الحقائق والان نزلوا بالشارع فنقولهم مبدأ واحد هو شلع قلع من الجذور وتغيير ومحاربة الفساد ان شاء الله وامن بالمرشحين الجدد الوجوه الجديدة ان شاء الله يتعمل خيرا لانه شافوا اهلهم وشافوا الضيم وان شاء الله عراق جديد خالي من الفساد اشتركوا في القناة